كون الشعور ببغداد؟ ما أصف لك الشعور كل جزء في بغداد يذكرني إلى حكاية البرحة وأنا أتجول بشارع المتنبي وبدجلة وفي الجادرية وفي الحارفية وشارع الزيتون في كل مكان قلت لها لصديقتي لناقضة الكبيرة أستاذة ليلة أحمد قلت لها كل جزء في هذا المكان إلى حكاية كل جزء يحاكم بنا مسلسل فكملت كلمات قليلة تقف أمام كل جزء صغير في بغداد بعد تشتاقين البغداد؟ بغداد كل حياتي يعني كل إنسان إلى حياة بس بغداد حياة كاملة ذكريات تاريخ إنجاز عمر بأكملة بغداد رحتي للمنصور شارع الأميرات تحديداً مكان بيتكم أكيد يعني هذا ما يراد لكلام فوراً أروح وأتجول في منطقتي وأشوف بس يعني ما تعرف شنو إحساكي تغصى أكم شفتي بيتكم القديمة وجود بعدها نعم واتجولت يعني داير ما داير المنطقة ورحت البرحة أيضاً ذكرت بابا الله يرحمه وين كان يلتقي فكانت في كل مكان إلي ذكريات عمر ذكرياتك عن بغداد أليمة لو سعيدة أكثر كل شي حلو حتى الأليم في بغداد جميل إحنا اليوم كعراقيين كلنا مرينا في بغداد والعراق يعني كبرى مرينا بمأساة أزمات أزمات كبيرة مرينا بحروب مرينا بحصار كل عراقي مر بمأساة كبيرة وانت ما انت من تفحيات كبيرة وعظيمة لكون البلد مر في ويلات وأزمات فمارك العراقي ما مر بأزمات طبعا فأني كمواطنة عراقية أكيد أشهد في بلدي بأحزانها وأفراحها وإن شاء الله كل الحزنين آمين آمين